في كتير من الأوقات بنحتاج نتكلم فيها مع حضراتكو عن بعض القوانين اللي بتمس حياة الناس بشكل مباشر بعض الناس للأسف بتلجأ للتصرفات سلبية أبرزها طبعا البناء المخالف أو التحايل في زيادة عدد الأدوار البناء المخالف على الأراضي الزراعية ده طبعا من ضمن المخالفات أو حتى التنازل وبيع شواء الإسكان الاجتماعي من ضمن برضو الحاجات الصعبة جدا والمخالفات اللي بعض الناس بترتكبها السواء بسرعة جنونية على الطرق والمحاور العام يمكن كل دي حاجات ليها عقوبات قانونية النهاردة هنتعرف عليها علشان نوعي الناس بيها ونقول لهم يخلوا بالهم ونبقى عارفين نتعامل معاها إزاي ولو عملت كده أكيد يعني ربنا يسلم هتكون في عقوبات قانونية في انتظارك وإزاي إن إن شاء الله نتجنبها لما نعرف إن احنا ما نعملش الغلط إزاي بنرحب بدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المينيا يا دكتور صباح الخير عليك وأهلا وسهلا صباح الخير يا فاندر أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك فاندر مش عايزة ابتديك كده يا دكتور بإيه العقوبة القانونية وإيه العقوبة الجنائية لشخص بس يعني أي حد عمل حاجة غلط يعني لازم يبقى عارف إنه هناك مخالفة فلو ابتدينا على طول كده بالبناء على الأراضي أو البناء المخالف وعايزة أقول لحضرتك طبعا يعني زي ما فيه ضبط قانوني فيه عندنا في القانون حاجة اسمها ضبط إداري الضبط الإداري بتقوم عناصره على إيه؟ التوعية فإحنا النهاردة بنقول إيه؟ التوعية من منطلق إيه؟ إنه لا يعتد بالجهل بأحكام القوانين العقوبية أنا مفعش يقول أنا ما عرفش فإحنا بنقول لو سمعت أعرف من هنا يبدأ التوعية وضع لحد الخطر سواء في محاور ربما تغيب عناصرها على الرجل العادي زي التأمين الاجتماعي زي اللي حضرتكم بتتكلموا عني الناس كتيرا ما تعرفش زي البناء الناس كتيرا ما تعرفش إن المشرع المصري بيحافظ على الصحة العامة زي ما بيحافظ على الرقع الزراعي بيحمي البناء في قانونين وليس قانون واحد الخطأ اللي بدأ يبرز وينتج عن الجريمة الغير عامدية وتسبب نتائج كارسية اللي حضرتك بتتكلم عليه حوادث الطرق لدرجة إن بعض الأحصائيات بتقول إن عدد ضحايا الجريمة الغير عامدية فاق عدد ضحايا الحرب العالمية يبقى أنا النهاردة من هذا المنطلق الغير عامدية الغير عامدية القتل الخطأ الحوادث الطرق للمستوى العالم فاق عدد ضحايا الحرب العالمية فمن هذا المنطلق واجبت الايه؟ التوعية لأن القانون الجنائي لا يعتد بالجهل بايه؟ بأحكام طيب اللي بناه غلط واللي بناه مخالف هفرق بين اتنين هفرق بين اتنين فقط هل هو بنا على أرض زراعية؟ ولا هو هل بنا بدون ترخيص؟ لأن الأول بيحكموا قانون الزراعة اللي عددوا له المشرع المصري بالقانون 164 لسنة 2020 لما المشرع المصري رأى أن سياسة العامة للدولة بتتجه إلى توسيع الرقعة الزراعية تلبية الاحتجات وتحقيقة للأمن الغذائي وأدي إيه بيكلف ميزانية الدولة فوق طائطها أن أنا أتوسع في إنتاج أرض زراعية صالحة وكلنا بنشوف خطة الدولة في هذا طبع بفجأة على الجانب الثاني أن أنا بقى أهدر إصرافاً الأرض الزراعية اللي هي بنسميها الأرض الأم اللي هي الأمن الغذائي بتاعها فكان واجب أن المشرع المصري يتشدد في تعديله القائم بالقانون 164 لسنة 2022 وقول لا لو سمحته اللي هيبني على الأرض الزراعية أنا هعقبه بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات طيب هتوقف المشرع عند هذا الحد لا يا فانتم ما هو الراجل البسيط أو الفلاح أو العامل أو اللي بيبني على الأرض الزراعية هو يعرف يبني؟ ولا اللي بيبني له مين؟ طبعاً فيه مقاول مثلاً فيه مقاول مهندس هحبسه كمان هحبسه مش هحبسه بس ده أنا هشتوبه من النقابة من النقابة أنا بقولها وأنا بابتاسمه لأن أنت بتهدي الرقح الزراعية لأن حضرتك صاحب خلينا متفقين برضو ونعرف سادة المشاهدين أن مثل هذه القوانين وهذه الضوابط الهدف منها هو حماية المجتمع زي ما حضرتك قلت التعدي على الأرض الزراعية ده طبعاً بيؤدي إلى قلة مساحة الأرض الزراعية وبالتالي نتجه للصحراء ففيه تكلفة ففيه أمن غزائي لازم نحافظ عليه ده جانب كل قرور فلسفة طبعاً مسألة حوادث الطرق ده حماية لأرواح الناس كل المخالفات حتى بيأشق بتاعة الإسكان الاجتماعي فدي هذه الشقق مدعمة لمستحقي الدعم ما ينفعش ناخدها ونبيعها فكل ده ضوابط وحماية مش الهدف منها فرض عقوبات خاصة لا يا فندم أنا بعمل يا فندم بقدر أن هناك مصلحة جديرة قانون العقوبات ده احنا بسميه شرطي القوانين مربي مهزب للشعوب بنقول المهد الذي يولد منه المستقبل عظيم بلغة أدبية لما أجي أنا حضرتك وانا بدخل أحبس أي حد مش بقدر أن هناك مصلحة جديرة بالحماية فبفرض على المخاطبين بأحكام القانون لو سمحت التزم بأوامره وانتهي عند إيه نوهي زي حضرتك ما تبقى ماشي على الدائرة وتلاقي عمارة بتقع بأمن مكتمع يعني مش أمن مكتمع بأرواح المصريين عرضة للخطر ولا الدولة بقى والمشرع يدخل عشان يفر الالتزام ويقول إيه بقى في قانون البناء الجديد اللي هو 1162008 معادش صالح إحنا بنتوره دلوقتي بيقول والله اللي يبني على بدون مراعاة الشرطات الترخيص لا ياخد عقوبة كذا وغرامة كذا طيب مش أقف عند هذا الحد طب لو بانا وكلف الشروط والمبنى وقع أدى لوفاة أحد مش لازم أن أعمل احتياط تشريعي لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ولذلك مصر رائدة في التشريعات ده عقوبته مشددة بقى طيب اتصل للسجن عشر عشر سنين الحبس عشر سنين لأنه جريمة في الأول وفي الآخر جريمة غير عمدية لا يقصد في المشرع المصري فيما يتعلق تحديدا بتنظيم قواعد البناء نظم جزء منها في قانون الزراعة الصدر سنة 56 1956 طب هنفضل قاعدين كده لازم ندخل نطور لأن النص سابت فانا والجريمة متطورة فلازم أن أنا كل شوية أدخل أعمل أطور عشان أقدر أواكب بعض الظواهر الإجرامي ومن هذا المنطلق المشرع المثل أولا هو يقصد ضبط الأداء الحركي للحياة اليومية وفق المعقول أنا مش عايز أكتر من كده ولذلك عشان أنا بقول قانون ده قانون العقوبات قانون المنضبط شكرا اتفضل فدب أهلا وسهلا بيك في مصر الجديدة لكن من يحاول الإتجار من يحاول إهضار أنا حضرتك زي ما بتتكلم في قانون الإسكالي الاجتماعي أحكرش عندنا حد سنة 2018 لما أصدر المشارع القانون 3 وتسالة 2018 هي البناء الاجتماعي ده والدولة وسيد الرئيس لما حملوا على عاتقهم القضاء على العشوائيات تكلف الداء على الدولة المصرية والاقتصاد المصري كان هل يجوز بعد ذلك أن يتربح أحد مما تقدمه الدولة المصرية من اقتصاد الدولة المصرية من المعاناة للقضاء على العشوائيات ولذلك المشارع المصري في 3 سن قال لو سمعت أنا هوفر لك بناء يليق بحياة كريمة هوفر لك بناء يليق بحياة المصريين في منطقة أنا ليس فاكرها وأنت حضرتك في جنوب القاهرة عند زينهم والمنطقة دي كانت عشوائيات وأنا معدي منها حقيقة حضرتك كومباوند دلوقتي حاجة راقية تشرف وأنا بتكلم على هوا وخطبال حضرتك تشرف مصر الجديدة لما أنا بقى هاجي أديك الشقة دي وأقول لو سمعت من فضل حضرتك خلال خمس سنين ما تبعش خلال خمس سنين التزم خلال خمس سنين حضرتك وانت جاية تتعاقد معايا يعني القانون مش بيقول ما هيش للبيع أبدا حط مدة زمنية ضابط فضل إعادة تأهيل الإنسان إعادة بناء الإنسان أنا ببني الإنسان المصري طب في التشريع وأنا باكتب هقول القصد من القانون إعادة بناء الإنسان الرجل اللي قاعد في المكان ده أنا باخده بديله مكان بقول لحضرتك أنا كإسكان اجتماعي أنا عامل الطائفة محددة ما تجيش بقى حضرتك بفخامتك وعظمتك وتيجي تقول لي أنا من المستفيدين من الإسكان الاجتماعي تبع أنت أصلاً أنا محدود الدخل أنا أنا وتدليل ببقى أنت غلط أنت خدت حق غيرك ولا لا ده عقوبته إيه لا لا يعني ده حضرتك أنا بوصل معاه بالحبس من المدة اللي تقل عن سنة ولا فزايا خمس سنوات لأن دي حقيقي اسمها جريمي التزوير معنوي جعله وقعة مزورة في صورة وقعة حقيقة فقط لمن باع ولا لمن باع أنا أتكلم عن اللي باع دلوقتي أنا أتكلم عن الآلط لزور في الأولاء عشان يثبت الرابعة من القانون تلاتة وتسلسة 2018 والخاصة يدلق بالبيانات الكاذبة أه يعني أنا أجبر ما يكون نوع من أنواع التزوير إن أنا أحتل أقدن نفسي على شخص وباخد حقي مش حقي طبعا خلاص كده فالدولة المصرية قالت لا ده الأولى بالتجريم ده لأنه أهضر إصرافا حق واحد أنا الدولة مبرد عشان أرفعه أقله حياة كريمة هو مش عايز يحق للمواطن الأخر هذا الحياة فبيسطب الحق أشبه ما يكون بمن يسرق الحق فالدولة المصرية المشرع المصري قال له عشان خطر اللي انت خدت حقه ده أنا هديكم العقوبة المشددة دي طيب أنا اديت الوحدة بتاع الإسكالي الاجتماعي واتضح بعد كده اللي أنا مخصصها زي ما قلت لحضرتك لإعادة بناء الإنسان ثم اتضح بليه بعد كده إنه هو بيتجر بيها طيب أعمل إيه حضرتك بيتجر فيها دي يعني بيعمل إيه يعني أنا بيبيحها ولا بيأجرها بيبيحها بيأجرها ولا بيفتحها لنشاط جالي غير نشاطها كل هذه الصور يعني أنا أعطله شقة طلعت في الدور الأرضي قلبها لي محلات معي يا حضرتك فأنا بقول والله أنت خلال خمس سنين من سبعة فانتك إن فيهم خطأ عند الناس إنها سبعة إيه سنين خلال خمس سنين من تاريخ تخصيصك دي لو سمعت أنت بتنتفع بيها تنتفع يعني فتحها وقعد فيها آه ساكن فيها مش مقفولة فقط لا 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 بيتك مقفولة بنتا مش عايز هسين واحد تاني لأن أنا عندي خلاص كده حضرتك طيب هو عمل كده لا تصرف بقى المشرع كان واجب يفرد عايز أقول لحضرتك بقى فانتك وطمنك وطمن السادة المستمعين هذه القضايا فيما يتعلق بالإدلاق بالبيانات فيما يتعلق بتغيير المنتفعش وأجربة لا يجوز تحريك الدعوة الجنائية فيها يعني ما ينفعش مثلا الحد يعد يقول لك آه ده غير أعمله قضية لا لا يجوز تحريك الدعوة الجنائية فيها إلا بناء على إذن رئيس الصندوق حماية برضه طيب هحمي كده بس يعني برضه أنا يعني المشرع المصري إيه زي ما أنت حضرتك على الصبح كده بتقول لعايزين إيه ندل قالوا والله لا خلاص طيب يعني بدمورت ده يجوز التصالح فيها كمان أما ليه أما ليه إحنا تشريعات مهذبة وليس انتقامية تشريعات تحقق الإصلاح والردع تهم حضرتك يعني أنا بقصد إن أنا إيه أقولك لو سبعت بتعملش كتاب عملت أنا ممكن أتوب عليك هكذا تتيلة روعة التشريع المصري الأهم إن أنا مش بحرك الدعوة الجنية وخلاص ده رجل رئيس الصندوق ده اللي هو رئيس المؤسسة فضل بيقدر بقى هل ده منتق هل أدل ببيانات خطأ عشان مش عارف مثلا إيه ياخد باسمه مراته فخد باسمه عشان مش عارف يوفر مستند يعمل بتاعته كل حالة ولها تفاصيل بتاعتك كل حالة لأن الحالات مش قسائم متسندة مش علائق متناظرة مش كله زي ايه بعضي فديته وبعدين هو الغرض من اللي اللي بيعمله ده ايه الانتفاع الغير ايه مشروع مش كده طيب أنا عقبته بنفس اللي هو سعى لي وخدت منه المنفعة هعبسه لي يا جز التصالح طيب وإحنا بنتكلم عن التصالح وقبار التصالح على مخالفات البناء ايه هو طبعا المجلس التشريع المجلس النواب طبعا يعني بيمارس مهمه كبيرة الفترة دي وأخصها تعديلات اللي حصلة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية يعني عاملة زحمة عندهم وقانون البناء هو في إطار الإصدار في هذا الفصل التشريعي يعني في عشرين أربعة وعشرين في معادة تعديلات قبل كده واجهت بعض الظهر الخاصة بالبناء ومخالفات التعلية والإزالات والمصادرات للأدوات إلا إن المشارع بصدد إصدار قانون بناء جديد في عشرين وعشرين طيب إحنا بنتكلم كمان عن مخالفات المرور الناس بتبقى قاعدة وبعدين في الأبليكيشن بتاع الرادار فالناس بقت مجهزة على الموبايل بطريقة ما بحيث إنها تسرع وتبطأ قبل كاميرا الرادار وترجع تسرع وتبطأ قبل كاميرا الرادار والمخالفات الناس بتبقى قلقانة جدا منها التعامل إزاي؟ أولا إحنا فيما تعلق بقانون المرور قانون المرور مستحدث الدولة عملت كل حدي وأنا هنا مش لأرتدي الروب للدفاع عن الدولة الدولة بتدفع عنها أعمالها وأعمالها التاشرعية ولكن أنا بخص عيوم مصر مين عيوم مصر؟ رجال المرور حضرتك إحنا كلنا بنمشى على الطريق مشغلين التكيف في الحر مش بنشوف كده فانه بنشوف إيه في الطريق بنشوف إيه؟ دولة حابت تعمل الرجل المرور الإلكتروني الضبط الإلكتروني اللي هو الردد فإحنا يعني إيه؟ مارسنا أعمال مش عارب بسميها إيه بس يلا نسميها إيه إسم إن إحنا ما نقعش تحت طائلة عدسات الإيه فبدأنا نعمل زي ما حضرتك إيه؟ بنعمل ببدأ الناس لدرجة إن بعض التطبيقات برضو بيقولك إيه؟ كاميرا رادار متحرك مش عارف إيه؟ والله على الابليكيشن بيجي له أنا ماشي على الطريق وده طبعا غلط يعني والناس واخدى بالهم منه بيشتغلوا علي عشان تبقى عارفة يعني ده بيقدل إيه بقى يا فنم اللي إحنا تكلمنا فيه عايز أقول لحضرتك أول معوق لتحقيق أي نهضة اقتصادية الجريمة الغير عمدية كارثة بكل المقايز عايزة تحسيبي حضرتك تكلفة الجريمة الغير عمدية أي جريمة بتحقق الجانب يعمل منها عايز منها ربح إلا الجريمة الغير عمدية حضرتك بيبقى ماشي لو بصيتي حضرتك لسواء ميكروباس على الدائرة ويخبط ويعمل شوف كام إنسان مات كام عربية تلفت شوف الجريمة دي كلها كان لفت كام طيب العقوبة بتاعت السرعة الجنونية وصلت كام؟ وهل مجرد أن أنا أتخطى السرعة المقررة للطريق بقع تحت طائلة القارون في هذه النقطة؟ السيد بنائب العام كان فطن بعد بعض الحوادث شائرتها بعد المحاور الرئاسية في القاهرة لهذا الكلام فحال بعض القيادات تحت السرعة تجاوز السرعات أنا عندي برضو يعني فيه طرق 80 لما تلاقينا 85 دي من السرعة جنونية يعني يعني 90 مش واخد بالي يعني لكن أنا ما بباش الطريق 80 وماشي 180 دي سرعة جنونية لكن هل في القانون مثلا لو تجاوز بقد إيه هل فيه نسب مثلا يعني لو الطريق 80 وأنا تجاوزت 110 و120 هل دي تعتبر سرعة جنونية؟ بيقوم بها رجل المرور وقت الضبط لو هو في كمين سابت وتم ضبط بيدفع غرامة 200 جنيه وممكن تنزل لمية لو السرعة إيه بسيط لكن اللي بترصده الكاميرا يتجاوز السرعة لأنه بالعمل بيقوله تعالى بقى عشان أحقق معه وأقدر في الوقت ده أوجهه جريمة تجاوز السرعات المقرارة اللي ممكن يبقى فيها إيه فندم حفظ إذن في قانون المرور الجديد قد يصل الأمر بالحبس لو فيه إزاء للآخرين وتجاوز للسرعات بشكل تقديري يعني جنون عايز أقول لها حضرتك يعني إحنا قانون العقوبات إحنا مش بقى عشان الصبح يعني بس أنا عايز أقول لها حضرتك إن فيتشارات زي فرنسا زي فرنسا زي ألمانيا زي إطالي ممكن أقول لك نصوص مواد يا فندم 519 إيطالي اللي بيتجاوز السرعة ده بس بيسميه جريمة خطر جريمة خطر بفرض له إقوبة حبس كبيرة فالناس بتلتزم معينا حضرتك لكن أنا بديله غرامة كم 100-200 وبعلق تطبيق القانون على ساتر ربنا أقول لها حضرتك لو ترتب عليه حادث أو كده لو ربنا ساتر وعدة ما قاليش عنده حاجة طب لو عمل حادثة لا تعالى طب أنا من الأول وأنا أخدها كجرائم إيه زي تعريض طفل للخطر قادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر يبقى أنا لما هفرض عقوبة لكل هلتزم كل شكر لحضرتك طبعا مع كل هزين للتوضيحات شكرا جزيلا لدكتور مصطفى سعداء وإستاذ القانون الجنائي بجمعة المينيا بنشكر حضرتك جزيلا شكرا